سبع الخير أهلا بكم متابعة تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وموجز جديد لأهم أخبار الخدمات نقدمه لكم قالت وزارة الصحة والسكان إن مدة التجارب الكلينيكية للقاح فيروس كورونا تستغرق شهرين بينما تستغرق متابعة الحالات التي حصلت على اللقاح 12 شهرا مضيفة أنه سيجرى المحافظة على سرية البيانات موضحة أنها خصصت الخط الساخن 15530 للإفتسار عن جميع المعلومات وأليات المشاركة في التجارب السريرية وكانت الدكتورة هبا ويلي نعم رئيس الشركة القابضة للمصل واللقاح فاكسيرا أكدت بدء المرحلة الثالثة لأتجارب الكلينيكية على لقاحين لفيروس كورونا في إطار حزمة متكاملة تشمل البخوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعليته وفي خبر يهم أولياء الأمور تواصل شوادر ومنافذ كلنا واحد مقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح أسيسي اليوم الاثنين توفير الزي المدرسي والأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة لتخفيف ألعب عن كاهل أولياء الأمور وذلك بتخفضات على الأدوات المدرسية المختلفة بنسبة تصل إلى 30% واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتبارا من يوم السابع عشر من سبتمبر الماضي ولمدة شهر بالتنصيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومدريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية أما عن انتخابات مجلس النواب فتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تحديث قاعدة بيانات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب الداخل والخارج على موقعنا الإلكتروني وذلك قبل غلق قاعدة البيانات بشكل رسمي وتوزيع الناخبين على لجان الفرعية في الدوائر الانتخابية المختلفة وسمح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين في الداخل بالاستعلام عبر موقعه الإلكتروني عن المحافظة والدائرة التي سيصوتون بها من خلال إدخال الرقم القومي بينما أزالت بيانات الناخب المتضمنة اسم مركز الاضطراع ورقم اللجنة الفرعية التي سبق وأن أدلوا بأصواتهم فيها بانتخابات مجلس الشيوخ الماضية قالت الإدارة المركزية لشؤون مدريات الزراعة بوزارة الزراعة إن اللجنة التنصيقية للأسمدة قررت مدى صرف الأسمدة للزراعات الصيفية من الجمعيات الزراعية حتى الأربعاء المقبل والموافق الثلاثين من سبتمبر مضيفة أن هناك اجتماعات دورية مع سبع شركات منتجة للأسمدة لاستكمال حصص مقرارات الزراعات الصيفية وقرار مدى الصرف حتى اكتمال النصاب لكل محصول منزوع حسب الحصص المقررة وفي بشرة سارة لقطاع السياحة أكدت مصادر بمطار مرسى عالم الدولي أن فنادق مدينة مرسى عالم تستعد يوم السبت المقبل لاستقبال أول رحلتين بعد جائحة كورونا من أوكرانيا وفرنسا مضيفا أن رحلات الطيران الأوكراني كانت تصل بشكل منتظم لمطار الغردقة واكد أنه عقب جائحة كورونا ستصل لمرسى عالم أولى الرحلات الأوكرانية والفرنسية يوم السبت المقبل وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه من المتوقع وصول رحلة طيران بولندية لمرسى عالم وسط الأسبوع المقبل وتحديدا يوم الثلاثاء الموافق السادس من أكتوبر واقتصاديا إلى أسعار الذهب حيث شهدت اليوم استقرارا بالأسواق المصرية بعد أيام من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض حيث سجل عيار 21 817 جنيها للجرام في حين سجل عيار 18 725 قرشا للجرام أما عن الدولار الأمريكي فاستقر خلال تعاملات اليوم أمام الجنيه المصري وسجل بحسب البنك المركزي 15 جنيها و70 قرشا للشراء و15 جنيها و80 قرشا للبيع ونختتم مجلزة الخدمات بأحوال التقص حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين تقص حار على القاهرة والوجه البحرية وشبورة مائية صباحا كما يتوقع الخبراء أن يسود تقص شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى التراب الملاحة البحرية على خليج السويسة ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون التقص ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء أما بالنسبة لدرجات الفرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 الصوان العظمى 42 والصغرى 28 درجة إلى هنا ينتهي موجز الخدمات شكرا لطيب المتابعة عدتوا لحضراتكم الزميلة إسراء عبدالقادر وقدمته لكم نسرينا فؤاد وانتظرونا في متابعة أخرى على مدر اليوم في يوم السابع إلى اللقاء